اشتركوا في القناة في منزلة سعد السعود منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وواحد وخمسين دقيقة من مساء اليوم الأحد اللي هو موعد بث الحلقة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد الأخبية ورح يظل يوم الاثنين القمر في هاي المنزلة وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد وبما أن القمر موجود في برج الدلو معناته منشعر الآن أن بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة في عنا زاويتين الزاوية الأولى هي تزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي تأثيراتها لغاية يوم أربعة واحد نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ستة وعشرين اتناعش بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه يعني بمعنى آخر ما نعتمد على الحضوض نهائيا في هذه الفترة وخصوصا بالمغامرات المالية من ميل للعيش دون مستوانة ومنبذر أموالنا ومننجذب للمراهنات والمضاربات المالية وممكن نتعرض لمشاكل مع السلطات أو العدالة وهذا الاتصال غالبا بيسبب مغالاة في النفقات وخسارات مالية وهو فشل في المشاريع أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فعنا أول زاوي زاوي تربية سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون يعني ذروتها الساعة سبعة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها الساعة ستة وثمنتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثير هاي الزاوية رح يبدأ من ساعات الظاهرة ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منه أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي خلو المسار اللي رح يبدأ الساعة ستة وثمنتاشر دقيقة مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي طبعا المساء يوم الاثنين لغاية صباح يوم الثلاثاء اللي هو لغاية الساعة سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء ليستقر القمر بعدها في برج الحوت هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا بطة الساق والكاحل والساق نفسه وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل وهذا اليوم مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال لجديد عمره ثلاث أيام في تمام الساعة ثمانية واثنين وخمسين دقيقة صباحا بصير عمره أربع أيام نسبة الإضاءة بتصير سبعة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد منتحسي بنسبة عشر في المية القمر في الدلو حتى يوم سبعة وعشرين وعشر سعيد الآن هو بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات منتصف الليل أو وما بعد بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة خمسين في المية ساعات المسائع بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارت في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين وعشرين سعيد بنسبة سبعين في المية طبعا يوم 29-12 تبدأ عملية التراجع فالآن بدأت عملية التأثيرات لهذا التراجع فديروا بالكم الزهرة في الجدي حتى يوم 3-1 سعيد بنسبة 60% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 منتحس بنسبة 25% أما زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء الجيران أهم مش إنك ما تبقى وحيد وحاول إنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك ممكن يصير فيه سوء تفاهم بينك وبين أحد معارفك ولكن بظل هذا يوم ممتاز على المستوى الاجتماعي فأخرج للقاء الناس برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بطلبوا بحقوقهم من رؤساهم قدموا أفضل ما عندكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ ممكن تظهر متى بعض المسائل أو المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منكم تكونوا على قدر المسئولية هي فترة فيها بعض الصعوبة ولكن بتطلب الحذر وعبوا التركيز شوي برج الجوزاء بتنشطوا اليوم في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا اليوم بتلتقوا بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء لطيفة بتحيط فيك وهذا شيء رح يعزز من طاقتك ويعطيك أشياء إيجابية أهم شيء أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية لأنها هاي الفترة مثمرة على جميع الأصعدة برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارعوا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق خلال هذا اليوم وممكن بعضكم يناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو قرب مثلا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود مقابلهم تماما فهو بيعزز وبيدعم شراكاتهم سواء في العمل أو في العاطفة ويعتبر مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ما تنفعلوا حاولوا الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعكم التوتر ولا الجدال أعالجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة ما تتسرعوا باتخاذ القرارات الجو شوي فيه نوع من أنواع الضغط لأنه طاقتكم ضعيفة برج العذراء إبيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا فعشان هيك بدكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ولا تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي واخذوا قصة من الراحة واهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الميزان ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية ابتستعيد إشراختك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة وتكرار المحاولات والتقرب من الأحبة وحتى التقرب من الأبناء فالأجواء جيدة حتى للترفيه والتجميل ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم وبتجد تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية الأمر اللي بيتطلب منك أنك تركز بشكل جيد وما تهمل المسائل العائلية يعني في بعض الدفع وبعض الاهتمامات برج القوس اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة وممكن اليوم تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم وتبرروا مواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات عندك سرعة بديهة استغلها بالأشياء الإيجابية برج الجديد تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو مغامرات مالية وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع ممكن اليوم تعلجوا استعقاق مالي أهم شيء أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء بتتفائلوا برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية طبعا اليوم رح يرجع لكم نشاطكم المفقود بطاقة عالية جدا وبوسع كل مبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم في انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت بشكل جيد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد فعشان هيك بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس فعشان هيك بتكون تحاضروا من البدء بأي شيء جديد وما تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من التعامل والنشاط نظموا أموركم وضاعفوا مجهودكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء